أمام حوال 800 ألف شخص قام البابا فرانسيس بابا الفاتيكان أمس أول قداس في الأكوادور في إطار جولته التي تستمر ثمانية أيام في أمريكا اللاتينية وكان البابا فرانسيس وصل إلى الأكوادور الأحد وكان في استقباله رئيس البلاد رفايل كوريا وكانت الوسرة أهم ما ركز عليه البابا فرانسيس أبارك كل واحد منكم وأبارك العائلات وهذا الشعب الكبير والنبيل شعب الإكوادور وأمام آلاف المحتشدين أمس قال البابا فرانسيس إن الأسرة هي أقرب مستشفى وأول مدرسة للصغار وأفضل دار للمسنين من المتوقع أن يغادر البابا فرانسيس الأكوادور غدا الأربعاء إلى بوليفيا قبل أن يزور من الجمعة إلى الأحد البارغوي